اهلا بكم وجه رئيس الوزراء الدكتور عبدالله انسور دائرة الموازنة بسرعة انجاز مشروعي قانون الموازنة العامة وموازنة المؤسسات المستقلة لعام 2016 ليتم ارسالهما معا بعد اقرارهما من مجلس الوزراء الى مجلس النواب قبل افتتاح الدورة العادية لمجلس الامة منتصف الشهر المقبل وطلب رئيس الوزراء خلال زيارته الى دائرة الموازنة العامة من الوزرات والدوائر الرسمية والمؤسسات والهيئات العامة التي لم ترسل مشروع موازنتها الاسرع بارسالها لانجاز مسودة مشروع قانون الموازنة العامة في موعدها المحدد واكد اهمية تقدير الارادات والنفقات بشكل دقيق والالتزام بعدم تجاوز السقوف المحدودة في مشروع القانون لاخراج موازنة منضبطة كما كانت عليه خلال السنتين الماضيتين حتى يطمئن المواطن الاردني بان الحكومة تضع كل دينار في مكانه الصحيح بحث رجال الاعمال الاردنيون والاماراتيون الية جذب الاستثمارات المتبادلة بين البلدين واجاد شراكات حقيقية بين رجال الاعمال الاردنيين والاماراتيين بمختلف القطاعات واكد رئيس جمعية رجال الاعمال الاردنيين حمد الطباع خلال لقائه وفدا من منطقة رأس الخيم الحرة بالامارات برئاسة الشيخ احمد بن سقر القاسم ان جمعية حريصة على تطوير العمل وجذب الاستثمارات واجاد شراكات حقيقية بين رجال الاعمال في البلدين بمختلف القطاعات الصناعية والسياحية والتجارية من جهته اشار القاسم الى ان عدد المستثمرين الاردنيين في منطقة رأس الخيم الحرة يبلغ حاليا 500 مستثمر موزعون على عدد من القطاعات التجارية والصناعية والخدمية واتفقنا من حيث المبدأ الان حتى نستطيع ان نسوق المناخ الستثماري في الاردن وفي رأس الخيم الحرة في رأس الخيم الحرة نكون لهم مكتب ارتباط مؤقت في مقر الجمعية عدنا مستثمرين الحمد لله من 500 شركة في امارة رأس الخيم الحرة و250 شركة في هيئة المنطقة الحرة في رأس الخيم الحمد لله شفنا تجاوب كبير من السوق الاردني او المستثمرين الاردنيين تحسن اداء بورصة عمان في نهاية جلسة التداول وارتفع مؤشرها العام بنسبة 35% بعض الانخفاض الكبير الذي شهدته الجلسة السابقة وظهرت مؤشرات البورصة ارتفاع الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم لإغلاق اليوم إلى 2063 نقطة وحجم التداول بلغ 12 مليون دينار كما تشير البيانات وعدد الأسهم كان 10 مليون و700 ألف ساهم نفذت من خلال 4281 عقب أما على المستوى القطاعي فقد ارتفع الرقم القياسي لقطاع الخدمات بنسبة 78% وللقطاع المالي بنسبة 17% قطاع الصناعة الناحضة انخفاض بنسبة 20% وعن مساهمة القطاعات في حجم التداول فقد ساهم القطاع المالي بنسبة 74.19% الخدمات 15.10% أخيرا الصناعة 10.71% أما الشركات الأكثر ارتفاعا في أسعار أسهمها فهي عمد للاستثمار والتنمية العقرية بنسبة 5.17% مساكن الأردن لتطوير الأراضي 5% والأكثر انخفاضا كانت الفنادق للسياحة والسياحة الأردنية 47% وأخيرا التأمين الوطنية بنسبة 27.27% وإلى خبر آخر ناقش وزير أشغال العامة والإسكان المهندس سامي هلسة مع رئيسي وعضاء مجلس إدارة جمعية المستثمرين في قطاع الإسكان المشاكل التي تواجه القطاع وركز اللقاء على المعيقات التي تواجه قطاع الإسكان بشكل مباشر مع وزارة الأشغال العامة والإسكان إضافة إلى المعيقات المتعلقة بأزمة اللجوء السوري خاصة في الجانب التنظيمي رئيس جمعية المستثمري قطاع الإسكان فواز الحس بيّن أن حجم الاستثمار بالقطاع يبلغ 30 مليار دينار يوفر 52 ألف فرصة عمل وستطاع استيعابة مشكلة اللجوء السوري الجماعي من ناحية توفير المساكن لعدد كبير منهم حالياً نحن من خلال مجلس وزراء في عامة مناقشة قانون للجمعية القانون هدفه بالنهاية هو حماية المواطن الأودني من خلال هذا القانون بيصير في ترخيص وتصنيف للمستثمين بقطاع الإسكان ومن خلال هذا القانون بيكون إلزامية المستثمر بوضع المحططات الهندسية وأن يكون المقاومة المصنف حتى يكون في كفالة وضمانة عشرية قررت الشركة العربية الدولية للفنادق وشركاتها الحليفة اعتماد الطاقة المتجددة لتأمين حاجة الفنادق التي تملكها في الأردن من الطاقة الكهربائية والبالغة 23 مليون و 500 كيلو وات ساعة سنوياً ووقع رئيس مجلس إدارة الشركة العربية الدولية للفنادق المهندس نديم المعشر مع اتلاف شركة أردنية وألمانية عقد إنشاء ثلاث محطات لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية بطاقة إجمالية قدرها 11 ميجا وات بكلفة 9 ملايين دينار تقريباً وبحضور وزيري البيئة والطنقة وسيتم إنشاء أول محطة لتوليد الكهرباء في منطقة الموجر لتغطية كامل احتياجات الشركة العربية للفنادق مالكة فنادق ماريوت عمان والشركة الدولية للفنادق مالكة فنادق شيرة عمان والمحطة الثانية في منطقة الدامخيس واقا لتغطية كامل احتياجات شركة الأعمال السيحية مالكة فندق ماريوت البحر الميت وفندق ماريوت البترة تأتي مع توجهات وزارة البيئة بالتجيئ على الاستخدام الطاقة البديلة لنظافة هذه الطاقة ولتخفيف الانبعاثات التي تصدر من الوسائل لتوليد الطاقة المختلفة الأخرى وبالتالي من هنا تأتي أهمية هذه المشاريع وخصوصاً أنه يأتي من ضمن المنافسة هذه أول مرة الشركات الخاصة في الأردن تنطلق في استعمال الطاقة المتجددة سولر انرجي لكافة مشاريعها القائمة في الأردن وتصبح كافة المشاريع حاصلة على الكهرباء من الطاقة الشمسية هذه خطوة رائدة لم تكن بالإمكان أن تحصل ما لم تكن القوانين النظمة المحلية تسمح بذلك وتهيئ الجو المناسب لهذا الاستثمار الجدوى جدد مبتازة بالدراسات ده العائد على الاستثمار يعادل خمس سنوات في حد الأعلى طبيعي على أسعار اليوم إذا اختلفت الأسعار زادت بقل المدة وإذا قلت الأسعار ترتفع المدة ولكن الأهم من هيك أنه نحن اليوم عم نستثمر لـ 25 سنة طاقة شمسية اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر